السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلابي الرائعين في الصف العاشر هذه مراجعة الباقة الأولى أو الاختبار المتصف للفصل الدرسي الأول هذه مراجعة وسوف أترك لكم ورق هذه المراجعة ورابط هذه الأوراق في المحادثات إن شاء الله أو في التعليقات أسفل الفيديو أدعو الله عز وجل أن يوفقكم جميعا وأن يحقق أمال كل واحد فيكم بارك الله فيكم شباب قبل المبدأ بدي بس أوضح إن في مراجعات أخرى موجودة على القناة زي ما أنت شايفين بتروح على البلاي لست لأن القناة ما شاء الله فيها أكثر من 400 فيديو فما بدي يضيع وقتك بتروح على رياضيات الصف العاشر رياضيات الصف العاشر هنا موجودة هنا بندوس عليها على بنقول view full play list بيديني كل رياضيات الصف العاشر منهج القطري وطبعا وإنتوا عارفين رياضيات يعني عالمية يعني هذه الرياضيات ليست لمنهج القطري فقط لكن لكل طلاب الصف العاشر تقريبا في كل الوطن العربي بدرسوا نفس المنهج بتروح على الفيديو اللي أنت عاوزه بتبحث هذه الباقة فيها زي ما أنت شايف 65 فيديو بتروح على استبرارات الباقة الأولى فيها كل المنهج للفصل الدراسي الأول والثاني أدعو الله عز وجل أن ينفعكم بما نشرته أن يجعله في ميزان حزناتي إن شاء الله يوم القيامة جزاكم الله خير دعونا نبدأ أولاد في متحاني اليوم أو مراجعة الباقة الأولى أول سؤال عندنا ما الدلة جيوب إكس اللي يتمثل قطعة مكافئة مفتوح لأسفل قطعة مكافئة أبنائي مفتوح لأسفل معناه إيه؟ معناه معامل إكس تربيع سالب يعني احتمال الأول أو الثاني ما الأول أو الإي أو الثاني أوكي؟ الحين أقل التسعن معناه عن الدلة التربعية الدلة التربعية الرئاسية وي بيسوي إكس تربيع أقل التسعن يا جماعة ده ما يكون معامل إكس تربيع أو القيامة المطلقة له أكبر من واحد فالإجابة هنا هي إيه شباب هي إيه؟ يعني هديك إيه؟ إيه شكلها في المنحنة بيكون رفيع جدا كده اللي يعني أقل التسعن لأن محورين بيكون قريبين أوي من محور إكس أما بيه لما نضربها في سالب ستة عشرة بيكون أكثر التسعن بيكون عامل كده منحنة وماشي براحته لأن إحنا فرملناه بضرب إكس تربيع بزيرو بوينت سيكس فبطأنا نموها شوية أو نزولها لتحت شوية فده المنحنة ينفع ليه إيه؟ وهذا المنحنة ينفع ليه بيه؟ وبالتالي الإجابة أقل التسعن إيه؟ طيب ما هي محور تناظر الدلة؟ محور تناظر الدلة تربعية الموجودة في صيغة الرأس؟ دي اسمع صيغة الرأس يا جماعة تاخد الجزء اللي عليه تربيع ده تحطه ساو صف شوف قديه سهولة ده محور تناظر اللي عليه تربيع لو إكس زادي اثنين وتحله إكس يساوي سالب اثنين شوف السهولة شوف الجمال ما هي الدلة التي يعبر عنها التمثيل باني للدلة؟ الدلة دي يا جماعة هنعرف قيمتها من الرأس الرأس دي زي ما انت شايف واحد وسالب ثلاثة صح؟ إذن الدلة بتاعتي إكس ناقص واحد كل تربية زائد سالب ثلاثة حقيق؟ أوكي؟ فإكس ناقص واحد كل تربية على فكرة الإزاحات كلها ودي حاجة أنا أحب أقولها لكم يا أولاد الإزاحات كلها بعض الطلاب فاكرين الإزاحة في إكس بيكون بعكس الإشارة ووي زي ما هي في الإشارة يعني دي إزاحة ثلاثة وحدات إلى أسفل ودي واحد إلى اليمين للدلة التربعية الرأسية إكس تربية لكن الحقيقة لا كل الإزاحات بيسالب يا أولاد إيه الدليل إن كلامي صح؟ الدلة التربعية الرأسية ووي بيساوي إكس تربية اللي هي أصلا موجودة هنا زي ما تشايفين مرة واحد واحد واثنين واربعة وهكذا الدلة دي الدلة دي يا جماعة لما أزيحت ونزلت هنا في هذا المكان إحنا الواي أزحناها يعني الواي دي نزلت لها فهي واي زائد ثلاثة والله الإكس دي المنحنة تحرك يمين فهو إكس ناقص تحرك واحدة فإكس ناقص واحد كل تربية لكن لما أعدنا كتابة الدلة بايت إكس واي بيساوي إكس ناقص واحد كل تربية التلاثة دي راح تناك بالسالب في أظهر لك الإزاحة في اتجاه واي بنفس الإشارة لكن هي في الأصل بالعكس لأن مكتوب ليست الإزاحة الثلاثة مكتوبة مع الواي لا مكتوبة في الجهة الأخرى عشان جدا ظهرها بالسالب المهم يا جماعة أتمنى يكون كلام ده واضح مباشر صعب عليكم الإجابة هي هذه الدل طيب ما تجاه التمثيل طبعا معامل دي إكس تربية هي معاملها سالب خلاص مفتوح إلى أسفل شوفوا قد إيه السهولة ما قيمة معادلة محور التناظر محور التناظر يا جماعة لما الدلة تكون موجودة في الصيغة standard form بنسميها أو الصيغة القياسية معادلة محور التناظر إكس يساوي سالب بي على 2 إيه شوف الجمال شوف السهولة سالب أربعة على اتنين في اتنين ساوي سالب واحد شكرا معادلة التماثل محور التناظر إكس يساوي سالب واحد ما هي إحداثيات الرأس لما نجيب إحداثيات الرأس برضو نجيب محور التناظر الأول سالب بي على اتنين إيه واخد بالك يطلع معك سالب واحد ونجيب F في negative 1 ليه؟ لأن الرأس دائما الرأس المنحنى موجودة دائما على محور التناثل المحور التناثل القيمة بتاعته هي إحداث الرأس فبنجيب F في negative 1 ليها أهو 2 ضرب سلب 1 تربيع 2 زائد 4 بسلب 1 سلب 4 زائد 3 وبالتالي 2 زائد 3 خمسة سلب 4 إذن الرأس يا جماعة The vertex is negative 1 and 1 شوفوا الجمال شوفوا الله الله المقطع Y جدا سهل الجدء السابق ده يبقى أستاذ جبنا منين هذا قانون أبدا مش قانون ولا حاجة المقطع Y في أي دل يا جماعة مش دربعية بس في أي دل تحسبه عندما تضع X يساوي 0 طب يلا طب لما نحط هنا 0 يبقى 0 وال4X كمان يبقى 0 لذلك بقول لكم المقطع Y هنا هو الحد الثابت لتلاشي X والX دي بعد وضع أي مما يلي يعد مقدار المكافئات شوفوا يا جماعة المقدار المكافئ له أكتر من طريقة للحل هنحاول نحلل يا جماعة 24 نروح نحللها حللها بأي طريقة بقى بالأله الحاس بقى بأيديك براحة 24 على 2 12 على 2 12 على 2 كامل 6 على 2 3 3 على 3 و 1 شوفوا يا أحباب إزاي بنحل بطريقة سهلة جدا هنحاول نخلي الباور بتاعتي زوجي 2 4 6 أنا عندي 2 ضرب 2 اكتبها مع بعض 2 تربيع طب و 2 و 3 دول عدد فردي يعني مش مكرر خلاص اكتبها 2 ضرب 3 6 الاكس قس 6 ده عدد زوجي مرفوع العدد زوجي شكرا ليه عملنا كده يا جماعة لأن ده جزر تربيعي الانديكس بتاعته 2 نقدر نحل تحته أو نيطلع من الجزر أي عدد قس 2 فأول حاجة 2 الحتة دي يا جماعة جزر 2 تربيع 2 وجزر اكس قس 6 اكس قس 3 أما العدد الفردي يكون كما هو لعدد 6 اكس قس 3 جزر 6 شوف السهولة شوف الجمال اعتمادا على الرسمة أدنى أوجد حلول حلول الدلة يا جماعة معناها الدلة دي إمتى تساو صفر دي اسمها حلول الدلة أو أوجد أصفار الدلة ما يقولك أوجد أصفار الدلة معناها ما قيم اكس عند الدلة تساو صفر طبعا أي دلة يا جماعة تساو صفر عند تقاطعها مع محور النقطة دي كامل شباب 2 شكرا اكس تساو 2 والنقطة دي ساو 3 شكرا تقيلوا بمجرد النظر ما تعبناش ولا عملنا أي مجهود حلول الدلة التربعية اللي بالشكل دا يا جماعة اكس تربيع نقص 25 صفر صفر لها طريقتين الطريقة الأولى أقوله والله اكس تربيع بيساوي 25 بتحريك ساوي 25 على الجال بعدها أقوله والله اكس يساوي موجب أو سالب الجزر التربيعي 25 وبالتالي اكس يساوي موجب أو سالب يعني الإجابة دي طريقة التانية يا جماعة إننا حلل مش دا فرق بين مربعين أو عتنسوا التحليل اللي انتو خدتوها بلكد اكس تربيع نقص 25 تحلل كاكس زائد 5 في اكس نقص 5 كحصل ضرب عاملين وبالتالي لما يكون عندي عددين لما حصل ضربهم صفر أكيد واحد منهم بصفر أو الاتنين بصفر فاحنا بناخد كل اللي احتمالات بقوله والله احتمال اكس زائد 5 صفر أو العدد التاني أو العامل الثاني اكس نقص 5 هو اللي صفر من العامل الأول اللي يطلع اكس يسوي سليم 5 او اكس يسوي 5 نفسي الإجابة ايه رأيك اللي أسهل عليك حل بي ما هي الصيغة التي يستخدم لإيجاد سي التي تجعل المقدار التربيعي والمفروض هنا يكتب المقدار التربيع اكس سكوير بلاس بي اكس مربعا كاملا الحل يا جماعة هو نصف معامل بي الكل تربيع نصف بي يعني بي على اتنين تربيع هذا هو المقدار الذي إذا أكملناه هنا يكون هذا المقدار طبعا المفروض نطرحه يعني 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 تمنى تكونوا فاهمين يعني احنا بنجمع حاجة وبنترح حشان نكمل ده مربع كامل بحيث يكون اكس زائد بي على اتنين لكل تربيع ويظل برا بي على اتنين نفس المقدار لكل تربيع أنا كده حولت هذا المقدار الأولاني ده ده اللي عليه بوكس ده هو نفسه ده المهم مش عاوز أتكلم كتير عشان وقتوكم ما عدد حلول المعدلة التربعية إذا كان مميز هي سوى أربعة المميز يا جماعة سالب بي زائد أو ناقص فين الجزر التربيعي بي تربيع نقص أربعة إي سي ده حل المعدلة للقانون على اتنين إيه الجزء ده يا جماعة اللي جوه الجزر ده اسمه المميز لما يكون موجب يكون عندي حلان ربعا يعني يا أستاذ حلان يعني مثلا سالب خمسة زائد أو ناقص جزر مثلا أي حاجة اتناشة على اتنين إيه سين ده أربعة بين الحلين الحلين هما سالب خمسة زائد جزر تناشة أربعة والحل التاني سالب خمسة ناقص جزر تناشة أربعة فطول ما المميز عدد موجب دايما عندي حلين للمعدلة التربعية أوكي ما هي قيمة إكس طبعا انتو عارفين يا جماعة في أي تناسب حاصل ضرب الترفيين دول اسمهم على فكرة إكس وثلاثة هما الوساطين حاصل ضرب الترفيين انتو عارفين اتنين وتسعة اسمهم طرفيين ليه لأن دول أول حاجة كتبنا هنا بدي يعني بنكتب كده تسعة على إكس يساوي ثلاثة على اتنين عشان التسعة والاثنين أول وآخر حاجة كتبناهم اسمهم الطرفان أما الإكس والثلاثة دول كتبناهم في النص بينهم اسمهم الوساطان المهم في أي تناسب يا جماعة زي نص يساوي مثلا خمسة على عشرة هتلاقي دايما دايما واحد درب عشرة شايفين الجمال شايفين سهولة ساوي اثنين في خمسة ودي خاصية مهمة جدا من أهم الخاصيات في التناسب هنفعل الخاصية دي هنفعل الخاصية دي هنه أكيد 3 في اكس أكيد يعني ها أكيد 3 ضرب اكس إيه شاوي 2 في 9 والله فتلاقي اكسي ساوي 18 وابتالي اكسي ساوي 6 يا سلام على الجمال يا سلام على السهولة اعتمادا على الرسم أدناه ما هي حلول النظام الخطي التربيعي أي خط يعني منحنيين يا جماعة مرسومين حل النظام أو حل المنحنيين هي نقاط التقاط بس هذا النقطة دي والنقطة دي كام إحداثياتها بس نقل كلنا شايفين النقطة دي 0 وسلب 1 أهي والنقطة دي دي سلب 5 وعند الواي هنا سلب 6 أهي شايفين فالإجابة سلب 5 وسلب 6 وسلب 1 إزاي بقى نحل متبينة يا جماعة تربعية جدا سهل سهل وايد تعالوا شوف هنحللها عادي كأنها معادة X تربية X في X والإتنشر دي هنحللها عددين الفرق بينهم أربعة إيه يا ربي الفرق بينهم أربعة آه 2 في 6 ليه الفرق يا جماعة لأن إتنشر دي عدد سهل ابحث عن الفرق فرق العدد يعني عشان يكون الفرق أربعة فعلا خليها 6 أقص 2 6 أقص 2 الحين أربعة مش كده خلص إذن أصفار الدلة دي X يزاوي 2 و X يزاوي سلب 6 تروح الله يسلمك على خط عدد صغير كده ترسمه وتحط عليه نقطتين بتوعك سلب 6 عشر مالي و 2 علمين طبعا لأنها أكبر دي معادلة تربيعية يمثلها برابولة أو قطع مكافئ Open upwards أفتوح إلى أعلى صح؟ طب إمتى المتبينة دي تكون أكبر من صف هنا أهو برهم بر الفترات دي المتبينة فيها أو الدلة اللي قدامك دي أكبر من صف موجب اللي هو الجزء ده جزء ده موجب عارفين يعني إيه موجب يا جماعة؟ يعني مرسوم مقابل الجزء الموجب من محور وعا طب ليه محور وعا يا أستاذ؟ لأن الدلة تمثل دائما على محور وعا المهم يا جماعة الفترة دي من إقراءة هو سلب لا نهاية قدامك الفترة هي الفترة هي الفترة هي آه سوري سلب لا نهاية دائما مفتوحة سوري آآ سالب نهاية وستة اهو اتحاد اتنين وما لا نهاية اهي الاتنين مفتوحين هي الفترة الجميلة دي أوكي؟ طبعا ما ناخدش سلب ستة مغلقة ناخدها مفتوحة لأن هنا أكبر من صفر يعني أنا مش عاوز بصفر نفس مش عاوز آآ ما مركز الدائرة معرفش أنتو خدتوا الدائرة ولا أبس هقولها ما مركز الدائرة التي معادلاتها المركز الدائرة هو العدد ده جماعة اللي جوه الكمبليت سكوير بإشارة سالبة سالب واحد وخمس ده مركز الدائرة ودي الإزاحات برضو داردو دي إزاحة إزاحة عن الدالة إكس التربيع اللي هي المعددة الدائرة دي دي أزيحة آآ واحد خطوة لليسار وخمس خطوات آآ إلى آآ آآ أعلى عكس المكتوب المهم يا جماعة آآ مركز الدائرة سالب واحد وخمس شوفوا قد إيه سهولة قد إيه الجماعة آآ إهنا يا جماعة عشان نجيب أي دلة هنجيب الرأس الأول يعني المحور التناصر إكس يساوي سالب بي على اتنين إيه عشان نعرف نرسامها يعني خلي بالك سالب بي مش موجودة على اتنين إيه اتنين في خمسة آآ سواحد المهم بصفر فبنروح يا جماعة عند نحط الصفر هنا كنقطة في نص الجدول ونعد قبله سالب واحد سالب اتنين وبعده واحد اتنين ولازم نعمل كده لازم يا جماعة الفيرتكس أو رأس المنحن تكون في نص الجدول عشان البرابلاي يصنع معك بشأن بي هذا الشو المهم يا جماعة حط يلا صفر صفر في إكس تربيع صفر حط سالب واحد أو سالب واحد خمسة في سالب واحد تربيع ساوي خمسة وهنا برضو هتلاقي خمسة حط سالب اتنين خمسة في سالب اتنين تربيع ساوي عشرين ربعا نحط يلاقي دي عشرين ودي عشرين فضلات التزاين إيه رأيك يا جماعة الإكس دي دايماً بتزيد لكن الواي إيه اللي بيحصل فيها عشرين خمسة صفر ملا تنقص تنقص هي طب من أول صفر الغاية شايف من صفر الخمسة وعاية هي نعم لا تزيد إذا فترات التزايد يا جماعة نقول هي صفر وما لا نهاية التناقص بقى ده جاي من فوق أوي من الإكسات دي جاي من أبلابلا من سالم ما لنهاية سالم ما لنهاية بغاية السفر هذه فترة التناقص بدليل شايف قيام واي عملة تنقص إزاي بعد الصفر بدأت تزيد خلاص من صفر إلى ما لنهاية تزدادوا لا فترات التزايد نعم هذا هو في أي فترة تكون متنقصة دي دال يا جماعة بس عشان سرعة الحل عملوا بنفس الطريقة نقملوا الجدوى لو حطوا له صفر هنا وهنا سلب واحد سلب اثنين وحطوا له هنا واحد واثنين وعوضوا دي دالة يا جماعة عاملة كده أهو مقلوبة لتحت عشان سالب اثنين اكس تربية الدالة دي زي ما انتا شايف فين بتزيد يا جماعة عملة تزيد هي في الجزء ده يعني الجزء ده مقابل لسالب مالا نهاية وصفر إزا سالب مالا نهاية وصفر الدالة تزداد وعملة تنقص شوف عملة المنحنة ينزل لتحت زي من أول صفر لغاية مالا نهاية صفر ومالا نهاية الدالة تنقصية أو فترات التنقص اه دالة في الشكل العام بتاعها دالة اربعية المقطع المقطع من محور واي او المقطع من محور واي هو ستة محور التنظر كلنا حفظين خلاص اكس يساوي سالب بي على اثنين اي يعني سالب سالب تمانية خلي بالكم الاشارات البي هنا سالب تمانية خلي بالك في اثنين اي اثنين في اثنين يعني تمانية على اربعة يساوي اثنين شوف السهولة شوف الجمال X يساوي 2 إحداثيات الرأس سهلة جدا خل المحور التناظر اللي انت جبته هاتلي F2 2 في 2 تربيع 4 ناقص 8 في 2 زائد 6 ف8 ناقص 16 زائد 6 يساوي 8 زائد 6 سالب 2 إذن يا جماعة إلى هو 2 وسالب 2 تسمى إحداثيات الرأس طيب الرأس دي تعتبر قيمة عظمى ولا صغرى والله نروح للدلة نفسها الدلة دي معامل إكستربيا فيها موجب أي مفتوحة إلى أعلى وبالتالي النقطة دي على محور وهي أدنى نقطة لذلك هنا هذه النقطة هي قيمة صغرى قيمة إيه صغرى لأن المنحنة مفتوحة لأعلى عمال يجيب بلا توقف أو بلا نهاية فأدنى نقطة هنا أقل نقطة على محور وهي الرأس وإنه يجي الآخر سؤال في مراجعتنا النهاردة أوجد الحل التربية المعادلة إن وجدت باستعمال التمثيل باينة شوف يا جماعة إحنا هناخد الدلة دي نرسمها عادي عاوز ترسم الدلة على أخذ الطريقة الجميلة دي حتلي محور التناظر إكس بيساوي سالب بي سالب 2 على إثنين إيه واحد ساوي سالب 2 خل المعادلة التربعية الأتية بالتحليل جدا سهلة بنحلل يا جماعة العاملين إكس تربية إكس في إكس والإثناشر دي ثلاثة فأربعة عشان ما اجنحهم سابعة خلي بالك بس يا جماعة كل بساطة فبناخد والله احتمال إكس زائل ثلاثة دي سالب 0 ومنها إكس يساوي سالب 3 أور العامل التاني لو إكس زائل ثلاثة أربعة سالب 0 ومنها إكس يساوي سالب 4 شوف السهولة شوف الجميل يلا حل دي بطل وقال دي في التعليقات هنحلل برضو هنا اهو شوف السهولة إكس تربية هي إكس في إكس والسالب ستة دي هنعملها ثلاثة في اتنين دي الحاجة الوحيدة عندي في جدول الضرب آآ يعني اللي تديني فرق واحد يعني الفرق واحد هنا إيحصل لما دي ثلاثة أموجب ودي سالب إذن إكس زائل ثلاثة يساوي صفر ومنها إكس يساوي سالب 3 أور إكس نقص اتنين يساوي صفر ومنها إكس يساوي اتنين نفس الشيء هنا يا جماعة لو جات للمعادلة التربعية يا جماعة غير مرتبة أنا حطها في الشكل العام يعني يا أستاذ حراك للأربعتاشر هنا مع الجزء اللي على اليسار ده إكس تربية زائد خمسة إكس نقص أربعتاشر وعتنسى تغير الإشارة وتحلل عادي وتجيب العوامل بتاعتك أول الحلول المعادلة الأربعتاشر طبعا كلنا حفظين اتنين في سبعة عشان يبقى الفرق خمسة لازم سبعة موجب واتنين سالم عشان يكون الفرق خمسة والتالي إكس شكرا يا ابنائي هذا كان الجزء من المراجعة دي نفس الشيعة حركة السلب ستة هنا أسيبها لكم حلوها والله يوفقكم جميعا شوفين راضيات الصف العشر قدية روحة قدية جميلة أنا بشكركم وأراكم على خيط بارك الله فيكم شكرا يا ابنائي